يعطيك العافية دينيز وصل خير سلمان لا حكومة قبل عيد الأطحى هذا ان تشكلت بعد هذا التاريخ فمع تحديد رئاسة مجلس الوزراء عطلت العيد من 9 إلى 12 تموز يعني أن الأيام القليلة المتبقية لن تكون كافية لأكثر من زيارة واحدة إلى القصر الجمهوري للرئيس المكلف قال ميقاتي في نهاية الاستشارات إنها ستحصل في الوقت المناسب من دون أن يحدد موعدا لها المسودة جاهزة بحسب المعلومات وعلى الأغلب لن تحظى بموافقة رئيس الجمهورية فهي تعتمد التشكيل الوزرية الحالية مع تغيير أسماء في أربع وزارات فقط هي الطاقة الخارجية الاقتصاد والمهجرين يعني عمليا تغيير أسماء في الحقيبتين المحسوبتين على التيار الوطني الحر والاسم الدرزي الذي كان محسوبا على إرسلان والوزير الرابع السني الذي ساهم باسيل في تسميته هكذا طرح لن يقبل به رئيس التيار الوطني الحر وبطبيعة الحال رئيس الجمهورية وقد استبق باسيل هذه المسودة بالمطالبة بعد اللقاء مع مقاتي في الاستشارات باعتماد المداورة في الحقائب شاملة أو جزئية يعني بمعنى آخر هو طالب بإبقاء الطاقة مع التيار لعلمه المسبق بأن بري لن يتخلى عن وزارة المال والسنة لن يتخلى عن الداخلية ألما أن باسيل نفسه أكد أن التيار لن يشارك في الحكومة لفت في كلام باسيل الرسالة الضمنية بالعودة إلى الخط 29 وهو كلام يأتي ردا على فيتو أمريكي على تسلم التيار الوطني الحر حقيبة الطاقة وفق ما كشفت مصادر ديبلوماسية لأس بي آي وقد تبلغ الموقف الأمريكي أحد أعضاء تكاتل لبنان القوي إذن مهمة التكليف ستكون صعبة إن لم نقل مستحيلة والعقبة الأولى تكمن بتوقيع رئيس الجمهورية في المقابل يبقى الأمل بتفعيل عمل مجلس النواب في الأسابيع السبعة المتبقية قبل الدخول في مهلة انتخاب رئيس للجمهورية خصوصا أن اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي محدد في 25 أيلول للبت بالملف اللبناني وإذا لم يكن المجلس النيابي قد أقر القوانين الأربع المطلوبة للتوقيع الاتفاقية مع الصندوق وقد سبق للحكومة السابقة وأرسلتها إلى مجلس النواب وهي الموازنة والكابتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف فإن ملف لبنان سيرحل إلى كنون الأول أو إلى مطلع العمل الجديد هذا إذا كان الوضع في البلد يحتمل كل هذا التأخير اشتركوا في القناة